حاجة تاني كمان المسيح قال كده إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكنون تلميذ التلميذ الحقيقي اللي بتثبت فيه كلمة الله نعم يعني أنا أثبت فيه يعني ما فيش حاجة يعني إيه أثبت فيه هو الكلام ده قاله في يحنى 15 في موضوع القرمة كان فيه غسط ممكن يجي ينتزع من حاجة ويتثبت فيه حاجة إمتى يتثبت لما يبتدي يتحط جوه الشجرة أو الكرمة وتبدأ العصارة تطلع مجرد من العصارة تطلع وياخد من نفس عصارة الكرمة يبدأ يسمر فالذي يثبت يعني مش أقل حاجة طياره الذي يثبت فيه انثبت فيه وثبت كلامي فيكم يحنى كام 831 لا يحنى 831 لكن في يحنى 15 ويحنى 15 بنفس كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكم لكم لكن يحنى 831 بالحقيقة تكون تلميذ والمسيح يتكلم كده الذي في يحنى برضو يتمجد أبي أن تأتي بصمر كثير فتكون تلميذ يعني الله يتمجد لما التلميذ ده يكون ثابت لما يكون ثابت في الكلمة وأيضا يأتي بصمر ومش صمر عادي قالوا أنواع الصمر قالوا مؤمن مثلا أغلب عملوا إحصائية على المؤمنين فقالوا مؤمنين بلا صمر ومؤمنين لهم صمر قليل ومؤمنين لهم صمر أكثر ومؤمنين بيأتوا بصمر كثير قال لك اللي بلا صمر تقريبا حوالي 60% قال كده المسيح في يوحنى 15 أنا القرمة الحقية وأبي الكرام كل غسط فيها لا يأتي بصمر ينزعوا ينزعوا مش يقطعوا يعني يرفعوا أو ينتجوا أو يقلموا لا وكل ما يأتي بصمر قليل ينقيه ده التقليل ليأتي بصمر أكثر التالت اللي هو بقى الذي يثبت فيها يأتي بصمر كثير السبات ده هو المسيح وجاء اللي يثبت فيها هو ده اللي الأب عايزه بهذا يتمجد أبي أن تأتي بصمر كثير فالتلميذ يبان من صمره نعم مش يبان من حفظه للآيات ولا الكلماته الرنانة وريني بتعمل إيه من سمارهم تعرفون تعرفون ده تلميذ ولا مش تلميذ أنا نفسي أردد الكلمة دي لكل الخدام ولكل مؤمنين أوع أتفكر لما تبقى تلميذ ده حاجة تقلل منك التلميذ ده حاجة عظيمة تعلي من شأنك التلميذ ده أعظم شيء في مملكة الله التلميذ ده الشخص اللي المسيح يعتمد عليه وقعد فكر أنك قائد في كنيسة ما بقيتش تلميذ ده أنت مش ممكن تكون قائد إلا لما تكون تلميذ مش ممكن تبقى خادم حقيقي إلا وإنت تلميذ البعض يفكر لك أنا لسا هدخل تلميذ نكبرنا على كده أنت هتفضل طول عمرك تلميذ مدرسة المسيح اللي مفيش حاجة اسمها حد يتخرج منها تلميذ للأبد إلى الناصل إلى المسيح ترجمة نانسي قنقر